صحة الفم أثناء الحمل كنت اليوم في زيارة لدى القابلة لأنك حامل؟ مبروك! رعاية الفم مهمة جداً أثناء حملك، حيث أن للفم الصحي تأثير إيجابي على تطور طفلك ونموه. كما لا تتأثر أسنانك بالحمل عن طريق الرعاية الصحيحة. كما أن أسلوب العيش الصحي أثناء الحمل مهم جداً. يمكن إن كنت حاملاً أن تعاني أكثر من نزيف في اللثة، وكذلك من نخر في الأسنان والدروس. قد تتساءلين عن سبب ذلك. هناك أسباب مختلفة لذلك، ونصدرها لك هنا. الأول هو رواسب الأسنان، وهي طبقة بيضاء مصفر على أسنانك وتحتوي على الكثير من البكتيريا. تؤدي هذه البكتيريا إلى نزيف اللثة ونخر في الأسنان. يمكنك إزالة رواسب الأسنان بنفسك عن طريق التنظيف الجيد. يمكن بسبب التغيير في نسبة الهرمونات لديك أن تتجاوب للثتك بشكل حساس على البكتيريا الموجودة في رواسب الأسنان، وأن تنزف عند ملامستها. أنت بالطبع مشغولة بالطفل في بطنك، وربما يكون انتباهك أقل لرعاية فمك. كما تكون شهيتك للأشياء الحلوة المذاق اللذيذة أكبر. تؤدي كل هذه الأشياء إلى إمكانية حدوث مشاكل في صحة أسنانك بشكل أسرع. لكن يمكنك عمل شيء حيال ذلك، لأنك لا تريد بطبيعة الحال أن تشكي من أسنانك. كما أن لللثة الملتهبة تأثير سيء على الطفل في بطنك، ويمكن أن تؤدي إلى الولادة المبكرة، وإلى وزن منخفض أثناء الولادة، ولا ينبغي حصول ذلك. فيما يلي بعض النصائح للحرص أن يبقى فمكي صحياً بشكل كامل. نصائح فرشي أسنانك لمرتين في اليوم، ويفضل أن يتم ذلك بفرشات أسنان كهربائية ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد. استخدمي دائماً فرشات أسنان ذات شعرات ناعمة. لا تنسي تفريش لثتك أيضاً. نظف ما بين أسنانك يومياً باستخدام خيط تنظيف الأسنان أو عود تنظيف الأسنان. عند حدوث نزيف في لثتك أثناء التفريش واستخدام خيط تنظيف الأسنان أو عود تنظيف الأسنان، يجب عليك بالذات الاستمرار بالتنظيف بشكل جيد. سوف يزول الالتهاب عندئذ بسرعة. انتبهي إلى أن تأكلي بشكل صحي. تناولي كمية كافية من الخضار والفواكه يومياً، واحذري من الحلويات، واشرب خاصة كمية كافية من الماء لتراً ونصفاً يومياً بالتأكيد. تحجصي على أن لا تأكلي أو تشربي لأكثر من سبع مرات يومياً، وذلك هو الأفضل لأسنانك. يمكن أثناء حملك أن تشكي من الغفايان. إذا طرلت للتقيئ، تريدين تفريش أسنانك بعد ذلك للتخلص من الطعم السيء. اشطفي فمك جيداً بالماء أولاً، وفرشي أسنانك بعد ذلك. يمكن أن تتضرر أسنانك ودروسك بسبب الحامض. تتضمن الرعاية الجيدة أيضاً زيارة لطبيب الأسنان أو أخصائي رعاية الأسنان. أخبري دائماً بأنك حامل. يمكن أن يكون ذلك مهماً في علاجك. يمكن أن تتم أغلب العلاجات بشكل عادي بدون مخاطر. زيارة طبيب الأسنان أو أخصائية رعاية الأسنان بشكل أكثر قليلاً فكرة جيدة. ويمكنهما منحك نصائح للحفاظ على لثتك بشكل صحي والحرص على عدم حدوث نخر في الأسنان. يبقى فمك صحياً بذلك، ولذلك تأثير إيجابي على تطور طفلك ونموه. اشتركوا في القناة